اخياني وجماعة والله العظيم لما اي بس ده طول عمرنا على فكرة يا عمي من ساعة ما انا اتخركت واشتغلت في حاجات كتير وانا بدأت بالمناسبة شغلنا دي على سبيل الهواية ثم تحولت الى شغف ان انا بقاها مزيع وخدت قرر ان اقدم استقالتي من الشغل اللي كنت بعمل اللي كنت بشتغل في الشركة من شركات الاتصالات الكبرى يعني وللحد النهاردة عندي ولاء حقيقي ناحية هتلاقي تليفوني هو هو نفس الشبكة يعني حتى اغير رقم التليفون بس نفس الشبكة بحبها يعني اشتغلت فيها سنين يعني المهم انه كنا دايما اول ما نيجي نتكلم على زيادة المرتبات تلاقي دايما كل زمايلك يقولك ايه هتوحشنا يوسف حتى دلوقتي لقيت الكنترول روم كله والمخرج وزميلاتي العزيزات اهم قاعدين مش عارب يعملوا ايه هنا دلوقتي فننورنا يا جماعة والله كله يروح داحك اول ما نقول زيادة المرتب ليه يا جماعة لازم نطالب بزيادة المرتب حد يجي يقولك ايه ما احنا الحمد لله مرتباتنا حلوة ومال والبحر يحب الزيادة هو انا يبقى باخد مرتب مهما كان كبير وعندي فرصة اطالب بزيادة هقول لأ ليه مسا واحدة هيجيله فلوس اكتر هيقول لأ ليه مش بالحلال يا جماعة كلنا بدون استثناء يعني دا كماعة كلنا مرتباتنا نزيد بإذن الله لو سمحته واضح ان الحمد لله البرنامج عامل شغلة لطيف فده بدليل الاعلانات اللي احنا مش لحقين نتكلم منها ما شاء الله خمسة وخميسة على رأي مدام في في عبده فلكن نزيد يعني ولا ايه حد من يختلف معايا في الموضوع ده لا كلنا هو كله عمال بيبتسم لكن محدش بيسندني بصوط عالي عشان الهوى عشان الهوى مش دي القصة ان شاء الله المرتب يزيد اجابنا اقوله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله خير تعالوا بقى نتكلم شويتين في الجد نهاردة فخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين بانه يكون الهدف الاساسي خد بالك بقى من الحتة دي من المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي حلو انا هجيلك فيها الى جانب الارتقاء بخصائص السكان والتدخل الخدمي وبرامج التوعية والتعليم والثقافة ده يعني ايه ده بالمناسبة مش بعيد عن اللي انا كنت لسه بتكلم فيه حتى وانا اعتبره اللي احنا بنهضر معنا كنت بتكلم جد ايه هي انه توجيهات الرئيس بتتكلم على ازاي تقدر تعمل عملية رفع اجتماعي لو صح التعبير عند المجتمع المصري البرنامج التنموي الكبير اللي بنشتغل عليه واللي بيتوافق وبيتماشى مع معدلات النمو معدل النمو لما يبقى ايراط فلوس ايا كان والله حققنا مثلا معدل النمو سبعة في المية ده لازم النحية التانية يبقى فيه قدامه حاجة اسمها تنمية يعني ايه يعني نلاقي قدامها مدارس بتتفتح مستشفيات خدمات صحية بنرتقي بنوع الخدمة وبجودتها ده مثلا ألاقي قدامها مكتبات حملة كبيرة في الترجمة ألاقي قدامها فرص عمل عادلة الى آخره كل ده اسمه ايه بقى هنا التنمية وما يزيد طبعا عن ذلك كل ده اسمه تنمية كل ده اسمه بالمناسبة عدالة اجتماعية يعني كلمة عدالة اجتماعية التي طالما كنا ننادي بيها ده اللي احنا دايما نفضل ننادي به ونبقى سعداء ونسقف لما نلاقي بيحصل لان انا لما لاقي انه في المزيد من المستشفيات بيتم افتتاحها في السبع وعشرين محافظة او صح دي خطوات مهمة في اتجاه العدالة الاجتماعية لما لاقي تقريبا حوالي 6500 مدرسة جدادة فتحهم من 2014 والحد النهاردة اقول اه طبعا دي عدالة اجتماعية لان دي فرصة المواطن فرصة عادلة للمواطن في التعلم فرصة عادلة للمواطن في حياة او في اسف في تقديم خدمة صحية متميزة لما لاقي يبقى مثلا فيه عندي حاجة اسمها بيت الثقافة اصغر شوية من اسر الثقافة لما لاقي فيه مصرح متجول حاجات زي كده فاقول اه ده انا بقدم خدمة ثقافية للمواطنين تلف عليه في المحافظات ما تبقاش كل حاجة متمركزة اما في العاصمة زي القهرة او في المدن الكبرى والمحافظات المشهورة مثلا اسكندرية ده منهور حاجات من هذا لا نلف في الصعيد ونروح سينة ونروح سيوة والودي الجديد وما الى ذات كل ده اسمه عادلة اجتماعية طيب الرئيس كمان ركز على ايه بقى انه النمو الاقتصادي والتنمية يتفق مع معدلات النمو السكاني ده يخدنا الايه يا سادة لكلام قاله الرئيس قبل كده احنا لازم لازم نتحكم في معدلات النمو السكاني بتاعنا الى اقصى درجة يا جماعة احنا بنزيد تقريبا بمعدل اتنين وستة من عشرة سنوية لو انت ضربتها في الميت مليون يعني بنزيد اتنين مليون وستمية وازن لو انا يعني دقيق شوية عندنا معدل وفيات حوالي فاصل ستة من عشرة طيب يعني صفر فاصلة ستة ده معناها ستمائة الف مواطن بيقابل وجه رب كريم قاله كده طيب احنا من نتمنىش طبعا انه حد يعني يموت ولا حاجة لكن احنا نتمنى ان احنا نقلل حجم او عدد الخلفة فيه اسر كتير وبالمناسبة مش مرتبطة بس بالارياف هتلاقي في الطبقة المتوسطة العليا وطبقة الاغنية بقى فيه موضة لما عايزين يخلف كتير فتلاقيه بيخلف 3 و 4 و 5 وده بجد وده بجد طيب ومش بس في الارياف ليه انت عاوز تحس بمعدل النمو الاقتصادي ولا لا فيه حد بيبقى غني يجي يقولك ايه مهانا الدولة انا ما بكلفهاش حاجة مين اللي ضحك عليك وقالك كده انا ولادي في مدارس انت بتكلف الدولة وهقولك ازاي انا ببعت ولادي يتعلم وبرق ما انت بتكلف الدولة وهقولك ازاي انا ولادي عندهم عربيات خاصة والمصحف انت بتكلف الدولة بتكلف الدولة في ايه مهانا لازم اعمل لك مياه عشان ولادك يشربوه هتقولي ولادي بيشربو مياه معدنية والمياه معدنية دي بتطلع ايه بعمل كده بيطلع لك المياه في ايديك زي الاعلام بتاع الكريم بتاع زمان هو لازم يكون فيه مياه حتى لو مياه معدنية ده يعني شركات وبنية اساسية ومحطات طاقة تعمل محطات الرفع عشان تطلع لك المياه الشياكة الجميلة اللي ولادك بيشربوها ده على سبيل المثال لازم اعمل لك طرق وكبارية ولادك هيستخدموها عشان يمشوا عليها بالعربيات الشياكة اللي انت جايبها على سبيل المثال لازم يكون فيه كهرباء عشان تنور البيت الشياكة اللي انت جايبه للأولاد وهكذا يعني الصرف الصحي إلخ 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 في النهاية انت بتكلف الدولة اوعى تظن ان انت بتكلفش الدولة تيجي تقولي مانا بدفع الدرايب انا الحقيب الزات كاشتراكي عتيد ويساري قديم بتقتلني لما حد يقولي ما احنا بنتفع الدرايب بصوا يا جماعة الناس الأغنية قوي دول عارفين كويس جدا ان اللي زيهم في انجلترا بيدفع 45% ضريبة الدخل يعني لو بيقبض 100 جنيه بيدفع عليها ضريبة 45 جنيه هلو الكلام؟ حاضر نقولي بسرعة طيب تيجي تقولي وهو انت بتقدم لي خدمات زي انجلترا طب انا اقول لك حاجة اخد منك 45% وقدم لك خدمات انجلترا انت موافق ده سؤال وبالتالي لا اجماعة احنا بنتفعش درايب كفاية ولازم الدرايب ده وجهة نظر وعشان بضل لا يؤول الكلام هذا ليس اتجاه الدولة وهذا ليس المشعارف خالص ده مجرد فكرة في دماغ العبد لله لازم الدرايب تبقى شرائحة وانعارف ان شرائحة احنا شغلين على موضوع الدرايب التصعودية والشرائحة الضريبية بس ازا تبقى شرائحة كمان احلى من كده شوي لازم يبقى فيه شريحة بتدفع 30 و 35% ضريب الدخل علشان بعد كده تبقى اللي بيدفع 30 ده لازم تترفع الشريحة بتاعته تبقى 35 وب 35 يبقى عشان هيبقى فيه ناس تانية ما ينفعش ندفعها درايب خالص وده موجود دلوقتي يعني فيه شرائح دخل في المجتمع لا تدفع اي ضريبة على الإطلاق وفيه ناس بتدفع ضريبة 2% او 5% وفيه ناس بتدفع 10% بس انا احب انه قدر الامكان اخلي شريح اوسع من المجتمع تنعم وتحظى بحماية من الدولة بانها ما تدفعش ضريبة تقيلة في مقابل ناس اغنية جدا 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 يقدروا يدفعوا ضريبة 30% و 35% و 40% وساعتها تقدر تحاسبني على الدولة مش بكلم على يوسف بقى تحاسب الدولة على حجم الخدمات المقدمة الى سيادتك الاوعية الضربية دي يا جماعة هي الممول الرئيسي دائما للدولة انا عايزك تشتغل يعني تركبتي ما نفعش بقى متحدث باسم الرأس المالية المصرية خالص لكن تركبتي تسمح بانه بقى متحدث باسم الناس يعني ايه انت كل ما بتشتغل انت بقى كرأس مالي كرجل صناعة كرجل مال واعمال واموال الى اخره انا عايزك تشتغل كويس اوي انا يوسف برضو ملكش دعا بالدولة دلوقتي انا عايزك تشتغل كويس اوي تكسب كويس اوي عشان تدفع لي ضريب كويس اوي وانت كمان تنعم وتنبسط وتشتري فيلات وتروح الساحل الشمالي واوروبا ميت فول فيش اي مشكلة مش عايزك تاخد بعضك وتهرب على ملاز ضريبي بقى في كيمين ايلاند وفي جزر العزراء والكلام ده انا عايزك تشتغل هنا بما يرضي الله تدفع ضريبك بما يرضي الله ونبقى كلنا ميت فول واربعتاشر ساعتها ساعتها هتلاقي البلد دي رجعت تاني تاني على الاقل في الشكل العام اجتماعيا انك تلاقي الاوروبيين جايين يشتغلوا هنا في مصر زي القرن التسعة تشر فيحصل فيه عندك بقى هنا تاني ايه البوطقة الكبيرة اللي بتنصاهر فيها الثقافات يعني ايه يعني تلاقي ثقافات جايلك من كل حتة في اوروبا كل حتة في العالم ناس جاية بتشتغل هنا وفي نفس الوقت بتديلك ثقافاتها وتجاربها هنا تبدأ المجتمعات تنمو وتزدهر بس ادي كل حكاية نكمل كلامنا بسكت بشرح يعني نكمل كلامنا في اجتماع اخر فخامة الرئيس وبيوجه فيه الرئيس السيسي بيوجه مين بيوجه الحكومة بايه بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة خلال السنوات الماضية ده مهم قوي على فكرة قوي 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 عشان لسه الناس بترغي في ما لا تعلم هو ايه اللي حصل خلال الكم سنة اللي فاتوا يوه ده حصل كتير الموضوع ده بيدعم قدرات الرصد عشان تبقى عارف التحليل اللي هتصدر من المؤسسات المتخصصة ده بقى مؤسسات جوه مصر ومؤسسات برا مصر احنا كل اللي عاوزين ومعندناش حاجة نخبيه يا جماعة شوفوا اللي حصل في مصر خلال ست سنين فاتوا ست سنين ونص يا سيدي فاتوا في ظن انها كانت تخوض حرب شديدة الشراسة على المستوى هقولي على الارض في سينة يمكن فوق رفح والشيخ زويد والعريش والحمد لله يعني عارفنا نقضي يقول على 95% منها وحرب فكرية لا زالت قاعدة عمالة بتتغلغل فيه عقول البعض كل ده حاصل وبالرغم من ذلك انت لسه بتعمل مصانع ولسه بتعمل مدارس ولسه بتعمل مستشفيات ولسه بتعمل جامعات جديدة ولسه بتبني مدن ضخمة ومدن مليونية ومدن زكية مش القارية الزكية الى آخر خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011 وأضف المتحدث الرسمي أن التقرير المشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق الغايات وأهداف التنمية المستدامة ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولا في مصر والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائقة بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية فضلا عن إدارة نظم الحماية البيئية وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنمية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة هالة زائد وزيرة الصحة والسكان والسيدة نيفين القباج وزيرة التضام الاجتماعي والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتورة مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة الاجتماع شهد متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني مع معالجة الموضوعات والشواغ للاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية كما وجه السيد الرئيس بتكمل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية مع إلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي وبرامج التوعية والتعليم وفاة إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع ترتيب أولويتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من ثمانية عشر إلى خمسة وأربعين فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالأساسية للقضية السكانية وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكانية كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لما يكنت وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخبة لضبط النمو السكاني طب الله دي حاجات النهار ده حلوة خالص فيه كام خبر كده حلوين وفيه كام حاجات لفتة للنظر جدا تستغرب لها كده زي موضوع بالجيتس وامراته مهم خلونا نخش برضو في الحاجات المفيدة النهار ده وافق مجلس الشيوخ برئاسة سيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلساته أسف خلال جلساته العامة على مجموعة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قابة المهندسين واللي كان صادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 عايزين تعرفوا المزيد حول هذا الموضوع خلونا بعد إذن حضراتكم نعرض عليكم تقرير من واقع جلسات مجلس الشيوخ النهار ده ونرجع نكمل الكلام برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يواصل مجلس الشيوخ عقب جلساته لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات وفي بداية الجلسة قدم رئيس المجلس التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيام المجيد كما قدم نواب المجلس العزاء في وفاة النائب أحمد عبدالعزيز بعد أن وقفوا دقيقة حداد على روحه يعني خالص العزاء باسم نواب تنسيخية شباب الأحزاب والسياسيين لفقدنا الغالي الدكتور أحمد عبدالعزيز الذي كنا نطلق عليه وسنظل نطلق عليه طبيب الخير طبيب الفقراء تشهد جنازته في القصر العيني على عمله الصالح إخلاصه رسالته التي أداها على أكمل وجه ندعو الله أن يكون على شهر رمضان العظيم المجلس استأنف مناقشة مشروع بشأن نقابة المهندسين وذلك بعد أن وفق خلال جلسته العامة السابقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 ساة 1974 ووافق على بعض المواد حتى المادة 45 النواب من جانبهم قدموا اقتراحاتهم وتعديلاتهم على بعض مواد مشروع القانون والعلم التعليم إخدام أن المشروع أسند الولاد تأديبية لأعضاء نقابة المهندسين إلى ما أسماه هيئات تأديبية من دركتين مخالفا بذلك ما دركت عليه التشريعات من إطلاق لفظ مجالس التأديب على تلك الهيئات حيث تتكون من مجلس تأديب اتدائي ومجلس تأديب استينافي تتكون موارد صندوق المعاشيات والعنات من ما يأتي عشر موارد للتعديل إضافة موارد رقم 11 نسبة لا تقل عن سلسي رسوم الطلبات ومزاولة المهنة للمهندس الأجنبي والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية المبرر من إضافة قيمة معاشي المهندس حتى الآن لا يتعدى من يومي جنيه وأعتقد أن يقيمة مهينة تماماً للمهندس فالفكرة أننا نضيف موارد رقم 11 من رسوم الطلبات ومزاولة المهنة للمكاتب الأجنبية والمهندس الأجنبي وجاءت موافقة اللجنة المشتركة على نص الحكومة في المادة المنظمة لتشكيل الهيئات التأديبية لنقابة المهندسين بعد مطالبة المستشار على الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بالعودة للنص الوارد من الحكومة ممثل نقابة المهندسين في الجلسة شدد على ضرورة التمسك بنصوص المواد مشيراً إلى أن الدعوات الدستورية تثبت صحة النصوص ودستوريتها بعد إذن المجلس المؤكر أن نحتفظ بالنسبة لأنها تعفي المشرع من تغيير القانون بعد فترة وأيضاً أن الوضع الحالي كان 1.5 في الألف دلوقتي بقى 2 في الألف يعني الزيادة نص في الألف وبعد المناقشات والمداولات وافق مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 وخلال الجلسة أعلن عمر عزة عضو المجلس عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلن رفضه لما قام به الرهبان الإثيوبيون داخل دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية بالقدس موضحاً أن هذا الدير مصرية وهناك محاولات مستمرة من الرهبان الإثيوبيين للسيطرة عليه أعلن باسم تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنصيقية تتكاتف شكلاً ومضموناً مع الكنيسة الأرثوزوكسية المصرية في الدفاع عن هويتها ومقدراتها فهوية الكنيسة المصرية الأرثوزوكسية جزء لا يتجزأ من تاريخ حضارة الدولة المصرية وأيضاً أناشد السلطات المصرية المختصة باسم تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين التدخل بشكل سريع لحل أزمة دير السلطات من جهته أكد رئيس المجلس كذلك على دعم المجلس لجهود الدولة بكافة مؤسساتها العاملة في هذا الشأن لإدارة أزمة سد النهضة والعمل للأصول إلى حل مضيفاً أن الجهود المصرية تسلك قد المسالك الدولية النابعة من احترام القانون والأعراف والمواثيق الدولية معرباً عن أمله أن يتم التوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة نبدي احتراماً وتقديراً شديداً لمسل الحكومة المصرية والقائمين على إدارة ملف سد النهضة تحديداً وأن المجلس يتابع بكل ثقة وكل رضا وكل دعم للجهود التي تبذل في هذا المجال تلك الجهود الملتزمة بالقانون الدولي والملتزمة بالأعراف الدولية والملتزمة بالخلق المصري الأصيل والرقي في التعامل وعدم الانزلاق أو الاندفاع إلى ما لا طائل منه وهكذا تتواصل المناقشات المهمة والصريحة حول كل الملفات والقضايا وكذلك القوانين التي تهم المواطن ليتم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من مايو الجاري أهلاً بيكم معنا مرة تانية طيب بما إحنا كنا أول مبارح لو تتذكروا كان عندنا لقاء أراه كان لقاء مهم جداً مع الأستاذ محمد محمود أحد نجوم مسلسل نجيب زاهي زركش في شخصيات طريف وحتى كان من ضمن المناقشة لو تتذكروا فكنت بتكلم على مشاهد بتاعته مع فنانة كبيرة نجمة أنوشكة وهنا برضو وانت بتبص على المسلسل لازم تبص عليه يعني زي ما أنا بشوفه مثلاً أنه أنا بشوفه أنه هو عارف أنت العناصر المتكاملة تحس أنه كل فنان موجود في مكانه كل ممثل موجود في مكانه مكانه بالملي كأنه متفصله يعني حاجة كانت حلوة جداً وبالتالي الكل تقلق في هذا المسلسل وبالتالي الواحد يقدر يقول بالمناسبة برضو أنه النجمة الكبيرة الفنانة أنوشكة تقلقت تقلق ملحوظ جداً جداً وبشكل مختلف عن معاهدناه وعن جيلي يعني إحنا مثلاً في جيلي إحنا بالنسبة لنا أنوشكة صوت أصعب بوكة هو البوكة من غير الدموع لهو خبر أبيض على المزيكة وعلى الكلام وعلى الأداء وكانت أنوشكة وقتها إذا سمحت لي أن أقول أنوشكة على طول أنه أنوشكة وقتها كانت حالة مختلفة على شكل صناعة الموسيقى في مصر وشكل إزاي نقدر نعمل حفلة ونقف على الستيج وحاجات كتير أنوشكة في نجيب زهي زركش حالة برضو شديدة لاختلاف عن اللي إحنا بنشوفه أنوشكة المطربة الكبيرة أنوشكة اللي بتمثل أنوشكة اللي بتقدم برامج أنوشكة في نجيب زهي زركش حالة تقلق واختلاف أهلاً بيكي أهلاً بيك يا يوستس يعني متشكرة جداً على لا متشكرة إيه بس ما قوليش كده الدباجة الكبيرة دي يعني بصراحة بجد والله يور ميكيج ماي داي زي ما بيقول والله خالص أقل ما يجب يعني أقل ما يجب حقيقي أولاً أنا مبسوطة أن أنا موجودة معك يا بغتي نا يا بغتي بس عايزة بس أعلق على الكلام اللي أنت قلته وأن كله ممثل في مكانه أنا لو لي نجاح في زهي زركش خصوصاً في خط الكوميديا فده للعناصر الموجودة حوالي يعني المستاذ محمد محمود مشاهدي معاه فيه كميا كده مش عايزة أقولك أنا من مبارح للنهاردة مشهد الإغراء ده هو أيوة لسه كنت هقولك عليه أنا مش مهمة ما كانش يعني ما كانش فيه حاجة فتحة خالص صحيح المشهد كان حدي يعني أنا حتى خدت بالي من المشهد لأن أنا شفت الحلقة وبعدين أنا لقيت نفسي قاعد عمال بتحك على الأول إزاي بتقدمي حلة إغراء ما فيهاش حاجة تزعل ما فيهاش حاجة توجع الدمال بل بالعكس مشهد إغراء لطيف وحلو وظريف ما قاعدش حتى أوصفه بكلمة إغراء يعني ودمه خفيف وتعبيرات لو سيس محمد محمود الراجل ساهم لو سكت عمل كده وحضرتك ميلة علي من النحية دي كده وهو مساهم قاعد خلاص تجمد مكانه مش مصدق المشهد ده وإحنا بنصوره أنا مش عايزة أقولك كل مرة كنا نيجي نصور كل مقتص على راحنا بالضحي بس هي أول تيك بتبقى طبعا أدفة واحدة وبرضو بقولك كل الشكر لكل العناصر الموجودة يعني أستاذ محمد كان بيديني طاقة لأن أنا ما بعملش كوميديا أنا واخد الموقف جد جدا جدا صحيح صحيح بجيب كوميديا مشاهدي مع مؤنس كان في حد من يومين كنت في السوبر ماركت بشتري حكتي عايزين يكلموني مش عارفين يكلموني فراحوا قاليني مؤنس عارفة طريقة ما بنده بس بيجسوا النبض لو ربيت واتحكت بقى تمام حيقربوا لو لا كانوا حيبعدوا يعني علشان ما يدايقونيش بالعكس رد فعل الناس أنا بجد مبسوطة لأن كنت خايفة جدا ما كنتش متخيلة إنه الكوميديا ممكن يعني تطلع مني فكرة إن أنا واخد الموضوع جد جدا فكرة إن من جملة لجملة عبد الرحيم طبعا كاتب ما بين جملة جدة جدا إلى جملة لازم أقولها بطريقة ما عرفش جايبة بيحكي فأنا اتصرفتها بالتلقائية شديدة حسيت المكتوب وسعيدة إلى أقصى درجة لأنه دور يبعد كل البعد عن اسمة جراندو تال صحيح كل الناس منطقة اللي هي الست الشيك خلاص أنا أعتقد إن أنا متدبسة فيها دي يعني يعني غالبا آه غالبا غالبا آه يعني أنا حكون في ورصة بقى بعد كده ما هو برضو فيه ساعات كده مش عارت نسميها إيه بنسميها فكرة إنه برضو شخصيتك غالبة يعني وده ما عرفش هتعرفي تطلعي منه ولا لأ شخصيتك برضو إنك كلاسي وشياكة وده كل الناس اللي يعرفوك يعرفين عنك كده كويس وحتى لما يعرفوكيش مجرد المشاهدة من وقت ما كنا بنشوفك بتغني زمان أو على الستيج أو في حفلة أو في لقاء تلفزيوني أو أنت بتقدمي برنامج في الله حاجة كلاسي كده هونمي زي ما بيتقال هتعرفي تطلعي منها أنا أعرف إن أنا أطلع بس الرق بقى على المخرجين اللي يشوفوني كده يعني كل الشكر لشادي إنه هو شف جوايا الخط الكوميدي أنا كنت قلقانة جدا فاتفقنا إن أنا حاخد الموضوع بجد زي ما قلتلك فهو كان شايف ده فيه إنما الرق والباقي على المخرج هو اللي بيختار الفنان في الدور مخرجين للأسف بيستسهلوا فلان شيك نجيبه في دور شيك فلان زابط نجيبه في دور زابط فهيني زي إنما لأ أنا لما أدوار بتتعرض علي ببقى عارفة إن أنا ممكن أعمل ده وأنا عارفة إن أنا هقدمها إزاي وممكن دور تاني يتعرض علي وإلى أنا مش هنفع في ده مش هحبتها إنما أحب إن أنا أغير طبعا آخر حاجة علشان ما أطولش عليكي إحنا كده هنبقى مركزين بس تمثيل وننسى المزيكة خالص لا خالص ده خالص بالعكس إحنا كنا ابتدينا وابتدينا آآ قعدنا نعمل جلسات عمل إنما موضوع عبالما خلصت المسلسل وتأخرت شوية لأنه حصلت ظروف آآ زميلة أخرى كان عندها يعني إيرانا اللي طلع بنتي كل مشاهدي اللي كانت معاها يعني البنوتة أول كان صابها العين بشكل فضيع أول يوم اشتغلت بعدها اتنقلت المستشفى تعمل مصران بعد كده اشتغلت صابت يعيني بالكورونا وبعد كده كان عندها بعض المشاكل يعني ظروف عائلية لوفاة والدها فكل ده كان فيه تأخير لأن أغلب مشاهدي كانت مع رانا ورانا أنا عايزة أقول كلمة أنه سواء كانت رانا اللي هي بنتي ويسري محمد يسري اللي هو ابني مؤنس وجالة اللي هي مرات ابني الثلاثة دول يعني لقوني حيكون ليهم كده خط محبب جدا ما بين ما بينهم وما بين الناس أما الثلاثة الثانيين سعيد وسعد ومسعد دول دول الجمهور حبيبهم وعارفينهم ليهم مكانتهم قردي صحيح صحيح إنما مبسوطة جدا برد فعل الناس وأتمنى أن يعني يتقبلوا مني الجديد دايما دايما نتقبل منك ونسعد منك بكل حاجة جديدة لأن احنا فعلا بنحبك أشكرك جدا 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 أنا أشكرك 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 يا يوسف مرسي قوي قوي واللي جاي هنا إن شاء الله يا رب احنا منتظرين منتظرين أشكرك جدا جدا كل الشكر لفنانا والنجمة الكبيرة أنوشكة وقبل مطلع الفصل يوسري أو محمد يوسري رائع 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 هو حبيبي وصحبي ويعني هو عارف بس هو السنة دي في رمضان أظن لي عمليين والعمليين عكس بعض يعني دوره حاجة عكس التانية واحد منتها الشر واحد منتها اللطف واحد منتها اللفترة واحد منتها الطيبة يوسري ده هتشوفوه خلال السنين اللي جاية ده وجه نظر المتوضعة وبدون أي انحياز احنا عندنا ايه كده فصل فصل اه نازم نطلع الفصل بسرعة جماعنا ماخر الفصل كتير نرجع لكم بعض الفصل ان شاء الله انا راضي زمتكم عمر حضراتكم تصورتوا او ييجي على بالكم ان في وزارة صحة في العالم في العالم ده لو وزارة صحة في مكان ما خارج حدود المجرة يقول لما يجي لك كورونا ما تروحش المستشفى يعني ده في منطق حتى ما فيهاش منطق خالص اللي استغراب ان الناس تشاير الخبر باعتبروا واقع وده شيء غريب جدا لانه ما حصلش بمنتهى البساطة ما حصلش ليه لانه مش منطقي بمنتهى البساطة ما حصلش ليه لانه استحايا لأي وزارة صحة في الدنيا تعمل كده وزارة الصحة عندنا في مصر زي زي وزارة الصحة اللي في الدنيا يا جماعة استحالة تقول المواطن لو سمحت ما تروحش للمستشفى لو جالك كورونا وبالتالي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزر مش أقولك بقى وزارة الصحة بس ما تم تداوله بقى على صفحات التواصل الاجتماعي على موضوع هناك منشور من وزارة الصحة يحذر المواطنين من عدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا يا جماعة دي أقولك والوزارة هتبعث لكو فرقة لإجراء الفحص المنزلي مزعلش مني ما حصلش يعني اللي بيحصل في الهند مش بالضرورة يتكرر في مصر الهند ليه هزروفها يا جماعة مصر مش كده خالص الحمد لله والشكر الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا إحنا في التمام آه عندنا كورونا آه عندنا كورونا عندنا الفيروس بيتفشى زي ما بتفشى في كل دول العالم زي ما متفشى في أمريكا زي ما متفشى في دول الاتحاد الأوروبي زي ما هو في كل حتة آه لكن الوزارة عندنا بتقولك الله لو فيه أي حاجة اتفضل تعالى نورنا يا رجل ببقى أنا لسه فاتح مركز يتسع لتطائيم عشر تلاف بني أدم يوميا أطلع منشور أقولك ما تجليش مش منطق يعني العقل حلو نبطل نشير عمال على بطاط ده الطلب الرجاء أرجوكم أستأذنكم نروح لفصل ونكمل الكلام أدولي عشر ثواني وتختم فما بقتش عارف أقول إيه فوتكو بعافية وأقوم أخو بغضي وامشي ولا من إيه مش عارف بس هذا كده في التمام يا جماعة الحلقة خدست لحد كده إن كلنا العمر إن شاء الله هنتقبل بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة أظن كده خلص سبع ثواني سلامات أدي عشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة